وزيره الخارجية تحدث عن المستقبل السياسي للنمسا وتحدياته وده كان أليكساندر شالنبرج اللي بيرفض تماما أن يكون من نصيب حزب الحرية بأي ثمن وزارة الخارجية لا يستأمن حزب الحرية على وزارة الخارجية وأنا مش عارف هو هيقدر ينفذ احتجاجه ده إزاي لو جه حزب الحرية على رأس الانتخابات البرلمانية القادمة هل موضوع وزارة الخارجية هو بس اللي بيحدد السياسة الخاصة بالنمسا؟ يعني طبعا هذا لقاء مطول صراحة مع وزير الخارجية النمساوي السيد شالنبرج حكى فيه أو استعرض فيه موضوع أنه إذا فعلا حصل حزب الحرية على حقيبة الخارجية أنه هذا الشيء سيكون مهين جدا وشيء يعني لا يمكن تصوره بالنسبة لإله وتجارب المتعلقة بحزب الحرية بصراحة هي تجارب سلبية للغاية إن كانت على مستوى الداخلية إن كانت على مستوى الخارجية يعني وزيرة الخارجية السابقة السيدة كارين كنيسل التي كانت محسوبة على حزب الحرية أصبحت عميلة في روسيا بصراحة يعني أصبحت يعني ذهبت إلى روسيا وطلبت الحماية السياسية في روسيا وبينتقد تصرحتها على فكرة فبتالي فبتالي سيدي الكريم حزب الحرية حزب الحرية ليس حزب دولة ليس حزب قادر على أن يقود دولة هو حزب يعني على مستوى حال التوازن السياسي داخل الدولة النمساوية ولكن لا يرتقي لمستوى أن يقود ويدير دولة وحقيبة مثل الخارجية وهذا لا يعني أننا نحن يعني أو مثلا أنا قلتلي أنت متوافق مع سياسة السيد وزير الخارجية لا أكيد لا ولكن أكيد ليس بسياسة أولاد سياسي هدولة حزب الحرية أولاد بالسياسي أطفال بالسياسي ليسوا معنيين ليسوا حقيقيين بسياسة التوازنات بناء على مصالح البلد والمصالح النمساوية على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم فبالتالي فعلا من الكارثة الحقيقية وصول حزب الحرية إلى الخارجية أو الداخلية أو أي وزارة سيادية فبالك إن كان السيد هربت كيكل هو المستشار النمساوية صراحة يعني ستكون مهزلة كبيرة بس الديمقراطية لو قابته ما فيش حد يقدر يقوله يعني لو الديمقراطية قابته خلاص حتى لو جابته الديمقراطية ولكن لم يجد أحد يأتلف ما يجيب الأغلبية يجيب 50 زائد 1% ويأخذ البلد كلها ساعتها المصالح بتتصالح